موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عارف لما تبقى قاعد مع صاحبك وتعمله كده فتلاقي ركب الهوى ماجنس كارلسون عمل كدهوت لنبو فنبو ام ام ركب الهوى في المباراة دي عايز اقولك ان المباراة دي المباراة الوحيدة لماجنس كارلسون اللي يهزم فيها نبو في بطولة كلاسيك يعني مطش طويل ساعة ونص وصاعة ونص وكده دي المباراة الوحيدة اللي ماجنس يكسب اما على مستوى الربد والباليدز لا ماجنس كسبه كتير اكتر من ما نبو كسب ماجنس مش اقولك اي تفاصيل عن البطولة دي ولا المطش ده منين الا لما انخلص احكي لك في الاخر القصة عايز تسمحها تسمحها عايز تقفل وتروح موما بس تعملنا بعد اذنك لايك وتتفرج على العظمة دي ويلا بينا باسم الله نبو يلعب اي فور سي فايف نايت وده سقلي طبعا والمين لاين او الخط الرئيسي للعب هو الدي فور ان انا افتح السنتر ده متلعبش بعد كده اي سيكس مثلا طب نبو حاب يغير لماجنس ام لعب له نايت سي ثري ام ماجنس قال له بدم انت مخدتش الدي فور انا همنعك منها خالص اي فايف بس يا عم ماجنس انت سبت كل المربعات البيضاء دي ضعيفة هذا المربع بالذات الدي فايف مفيش ولا بيدة حمية عم ماجنس انت اي الوضع انت راجل محترم يعني ولابك موقفي وخطير فقال لي عم نوفل والله انا برضو عندي سيطرة جيدة جدا على مربع الدي فور ومنعه من انه ياخد السنتر يعني منعه انه ياخد النقلة دية دلوقتي ففي شوية تعويض طيب ماشي بشب اخد الوطر وريني عم ماجنس هتعمل ايه جي سيكس وهفانكة الفيل دي ثري خد بالك التهديد دلوقتي نايت هنا وهيضرب هنا جامد او بشب هنا ويسخف على الوزير فماجنس لعب ممنوع الكلام ده لاحظ ان ماجنس لعب اربع نقلات بيادئ في الافتتاح ده لعب غير تقليدي يستغل ذلك نيبو ويقول له انا كمان عايز اهجم على ملكك واستغل انا نقل كده بيادئ وتعمل لك شوية اضعفات الملك احتمال اعمل كده واكل فتاكل وافتح الوطر هتعمل ايه قال له دي سيكس عايز تكمل كمل انا كده ولا كده هقفل الجناح ومش هينفع اسمح لك يبدأ في بدا الوضع هيبقى صعب فانا هقفلت الجناح بالجي فايف فانيبو يبص على الرقعة ويلاقي ان المربع ده ضعيف جدا المربع ده ضعيف جدا كلمة ضعيف جدا يعني مفيش بيادئ حمياء ويبدأ خطته بتحريك هذا الحصان الى واحد اتنين تلاتة عشان يبص على المربعات دي لو سمحت خد وقفة كده معايا لو سمحت انا عايزك ما تسمعش الكلام ده وخلاص انا عاوزك اللي انا بقوله ده يبقى طريقة تفكيرك في الماتش اللي انت بتلعبه يعني انت كمان وانت بتلعب ماتشك بص الخصم بيعمل اضعفات ايه بص الطريق اللي ممكن تستغل بيه هذه الاضعفات حط قطعك في افضل الاماكن دي نصيحة اليوم لو سمحت فما تاخدهاش كده على محمل الهزار ده بجد دي نصيحة مهمة جدا لو استخدمتها مستواك هيزيد بشكل خرافي نكمل نايت ايج 2 تلعبت فعلا بيشب جي 7 نايت جي 4 تلعبت بيكمل انتشاره نايت اي 3 تبييت ماجنز شايف ان عشان تعمل خطة لازم يكون في بيادة بتتزق وتخبط في بيادة اسمها يعني روافع بيدقية بيادة تخش في بيادة كده يا اما ناكل ونفتح فايلات يا اما نزق وناخد مساحة حتى الان مفيش حاجة للأبيض يقدر يعمل بها كده لا دي تنفع هتفتح بيادة ولا تفتح حاجة ولا دي تنفع عشان هاكله ببلاش وبالتالي هو شايف ان التبييت هنا ناجح جدا عشان الملك امن مش شايف هيتفتح عليها فايلات ولا اعمدة بيشب D2 عايز يكمل انتشاره كينج H8 الراجل بيمشي عشان خطته بقى انه يلعب F5 لازم تتعلم ان كل الخطط تقريبا بتاعت الميتل جيم مبنية على الدفع بيادة بشكل مفهوم فزقة البدأ اللي جاية دي هتفتح للرخ تلعب او فالفيل ياكل الحسان ياكل حسان يطلع يخش في مربع جامد وبعد كده يروح هنا يعني كل القصة مبنية على اننا هزق البيادة ازاي منعه مفيش خطه لما هو انت لو مش مختنع بلا انا بقوله فرد الابيض بيثبت كلامي ان هو بيمنعهم الافكار اللي هتخليه يعمل خطه مجنس يشوف ان دلوقتي مفيش اي روافع بيدقية هنا والسنتر مفيش اي روافع بيدقية هيتكل ببلاش البيداء اعمل ايه؟ اين الجزء من الرقعة اللي ممكن ادفع في بيادة معدش غير جناح الوزير روك بي 8 الكلام لما بتشرحلك هتحس ان لا الكلام يعني ات ميكس سنس انا فاهم انا بقيت فاهم اللي بيحصل فهتتبسط ان شاء الله يعني اي فور ممنوع ممنوع تزق ماجنس يقوله بقولك ايه بقى انا لازم ابدأ احتل المربعات اللي انا خدتها نايت دي فور فاهم يقوله انت احتلت المربعات لوحدك ما انا كمان احتلت المربعات اهو طب هات الحصان الجامد هات انت كمان الحصان الجامد وبعدين ماجنس يقول هذا المربع اه ضعيف لكن دلوقتي هطرد انا عايز اروح مربع ما اطردش منه ولو اطردت قطعة تانية من قطعة يتشتغل كويس ايه الكلام الغريب ده؟ ايوه نايت اي سيجس رايح للأف فور لو كالتني بالفيل او الحصان يعني سواء بالفيل او الحصان اكل بالبدأ ده واشغل الفيل المقفول كلام جميل كلام جميل اف ثري يعني نقلة لا يحبذها الكمبيوتر خالص هنا بيقولك العب كوين اف ثري او العب تبييت والشكل يعني لسه لكن اف ثري تحس انها تضييع وقت يعني ما تحصلتش على شيء بعد اف ثري هو لعب اف ثري وماجنس يلعب نايت اف فور مكمل في خطته بمنتهى الهدوء برضو خد بالك ان اف ثري فكرة نيبو انه يعين الملك هنا لانه مش ناوي بيت فيمكن دي كانت فكرة يعني بني ادمينية بني ادم اللي بيلعبها كوين بي وان تبدو نقلة غريبة خد بالك ان الرؤعة تقريبا مقفولة يعني اوطارها مقفولة وفايلاتها مقفولة فالمانوفرنج او حركة القطع ورا معسكر البيادئ بتبقى شكلها غريب شوية هو راجل عايز يجي كده ويجي كده ويدعم الوطر الجامد ده ومربعات البيضاء بشب اي سيكس كوين اي تو كوين دي سيفن بنحمل الفيل بتاعنا روك دي وان اوكي حسنة نقلة انتظارية برضو الكمبيوتر مرشاح النقلة الرابعة طب مدي ايه مدي نايت اي ثري وحاول تختارق المربع ده من هنا برضو مش مش هيفرق مش وينينج يعني بس هاي فكرة الكمبيوتر مرشاح بدل روك دي وان وهنا ماجنس يفكر انا نفسي العب اي سيكس و بي فايف المشكلة اني لو لعبت اي سيكس في حاجة اسمها ذا ويكنس اوف دا لاست موف اضعاف النقلة السابقة ايه اللي ضعف هذا المربع يخترق الابيض تضطر تمشي بعدين يمصمر الحصان ده ما انتش عارف تيجي على الفيضات البيضاء ده متأخر لحد اخر الجيم دي مساحة قوية جدا في النهايات فماجنس يوم عامل ايه بقى يا معلم بي سيكس بي استموه على الانجين علشان قدام يبقى يلعب اي سيكس و بي فايف لو سمح له وهتشوف هيتسمح له ازاي بيشيب سي ثريت لعبت وماجنس في هذا التوقيت فقط يقرر بيشيب ديكس نايت ليه؟ قالك لو كانت بالبيضاء يبقى انت قفلت الوطر دا تماما مش بس كده كمان كوين بي سيفن ستعزز فكرة اي سيكس بي فايف واو ولو كانت بالفيل زي ما حصل في المباراة خلاص الفكرة جت البادئ بتتحرك الخطة بقت نجحة بيشيب دي تو اخلاعي الحصان يا عم الجامد ده كوين اي سيفن روك اف وون بتحيس ان انا قلقت انتظرية شوية كده وبعد كده توكل على الله واخد النقلة بتاعته بيدا في بيدا بيدا في بيدا بعدين ايه الخطة الجاية يا عم ماجنس؟ الخطة الجاية ان انا لعب دي بافكار تاكتيكية لو انا لعبت دي حتى لو بيدا ببلاش للخاخ هتتفتح وهتلعب بص اللي هيحصل كينج اف تو طبعا تلاحز ان بعد تيكس تيكس نقلة بتاعت روك اف وون دي اي نعم هي انتظارية لكن هو كان نفسه يلعب كينج اف تو بس خايف من الدبل فقالك الاول لعب الرخ وبعدين بعد تيكس تيكس امشي بالمالك معدش فيه الدبل ماشي سي فور من ماجنس بست موف على الانجين سي فور يبدو كبيدق ببلاش لكن لو خدت البيداء خدت البيداء واكل البيداء في ضربة تاكتيكية قوية جدا مش ويننج لكن هتدي افكار مش انا لسه اقيل لك من شوية ان الخطة الوحيدة علشان تلعب هي انك تزق بيداء انا مش هجاوبك علشان لو جاوبتك يمكن احرق اللي حصل في المباراة بس هجاوبك بعد كده اللي حصل في المباراة بعد سي فور انه هو خلع الحصان وبعد ما اكل والفيل اتفتح روك اي دي وان اتلعبت وماجنس يلعب ناء لعب قرية ألا وهي واقف فيديو وفكر فيها وعملينه لايك لو سمحت عملت لايك لو اول مرة تشوفنا اشتركت في القناة عاوزين نوصل ل 16000 على اخر الشهر يا شباب ان شاء الله يعني F5 ماجنس فاهم شطرنج ضحة بيداء بس يفتح فايلات على الملك طبعا ده بعد حسابات جيدة لو كانت بالبيداء ده وده ما حصلتش في المباراة وده بست موف وده اللي يحصل ده اللي هيحصل لو كان اكل بالبيداء ده كيش ده مش ويننج ولا حاجة كيش تاني طبعا ما يقدرش يغطي كده عشان الروح التاني هتقع فلازم يهرب بهذا الشكل بعدين بدأ في بيداء وتاخد عايز تنزل هنا وتديله متات يطلبك تمشي يطلبك يعني ممكن يبقى الشكل تعدولي جدا ومفيش اي حاجة بتقول ان احنا بنخسر بلا بيض لكن هو تفريع مرعب شوية فنبو في هذا الشكل اكل بالبيداء التاني وده كانت بلندر علشان جي فور فاكر في اول الفيديو لما قلتلك اللي عملها ماجنس هي دي هي دي كده فنبو ركب الهواء كده ركب الهواء فعلا اتخض خاف نقلة غريبة جدا نتمنى ما نشوفش الحاجات دي في بطلطة العالم ويكون يعني يعني يكون فيه متشاط اقوى من اللي هو عمله دلوقتي النبو ده لعب زاقة البيداء دي الوزير اشتغل والملك بدأ يبقى فيه مشاكل كبيرة اتلعب في المباراة دي فور ودي بلندر تانية كبيرة بقى المشكلة ان انت لو كالت البيداء ده مثلا فنفس الكيش قاتلة وعليها وتديله كيش يهرب وتديله كيش يهرب وتديله كيش يهرب بعدين تخش هنا عشان ما تسمحش بذائقة دي في الوطر تقف هنا وكبوت المدد تفوق خمسة للأسود ليه خمسة؟ عشان هات نقلة للبيض النبيض ما بيلعبش كمان شوية البيداء ده هيتزق واحد وواحد يقول لي اكله ما ينفعش تاكله وتخسر ده طب واحد يقول لي اخد الفايل ما ينفعش تاكل الفايل ناكل الرخ واحد يقول لي اخد هنا ايه يا اكل يا عم وزير فروخين وبيعنت تتضبطت بالوزير يعني الاسف لبيض ما عندوش ولا نقلة في هذا الشكل ده لو انت خدت البيدة بدل ما تلعبت ولعب دي فور وبعدين كيش هرب بعدين مجمس لعب كيش غطة وبمنتهى البساطة اخر نقلة في المباراة كيش ومن بعدها ينسحب نيبو المشكلة الاساسية في هذا الشكل ان بعد الكيش دي لو رجع هنا طبعا مفعش يرجع كده عشان هيبتاكل الروح هتروح من بالاش ولو نزل تحت بيديله الكيش اللذيذة دي مقدرش يطلع تاني فوق فيضطر يغطي كده وياخد مات بالشكل الباشع ده او انه ياكل كده قد ادلتها هتروح بصراحة ماجنس فضيع من شكل بسيط جدا جاب فكرة جمدة شجاع بشكل كافي انه يضحي بيديه ويفتح على الملك بحسابات دقيقة بصراحة مكسب مستحق لماجنس ضد نيبو اتمنى المباراة تكون اعجبتكم اه في كلام مهم بقى هو المباراة دي تلعبت امتى يا ابني؟ تلعبت في 2019 فين يا عم الحج؟ في بطولة جراند تشيس تور في كرواتيا ماجنس لعب حداشر مباراة في المسابقة دي كسب خمسة وتعادل ستة واخد البطولة اخسر شوالة مطش فضيع نبو في البطولة دي جايب خمسة ونص وطلع الخامس فمشكلة مش مشكلة ماجنس ميزة ماجنس انه معظم الوقت في الفورمة كل اللعيبة فيروزا ويسلي دودا كلهم في بطولات مستواهم جامد جدا في بطولات تانية دماغهم مش فيه ماجنس مش كده ماجنس كارلسون دايما بحسوا في الفورمة ودي مزته خلونا نشوف اللي يحسن مطوط العالم الجاية متنسوش ان ان شاء الله هنتابعها سوى مش لايف هنتابعها فيديوهات لان اللايف طبعا بيقعدوا دعابه خمس ستة ساعات انت هتزهق وانه هزهق والشعب سيهزه وكل الناس هتزهق فان شاء الله هنغطيها اول دول يوميا مطوط العالم القادم متنساش وانشوفكو على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة